الله يسعد أيامكم وكل وقاتكم بكل خير رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ بقصتي لا تنسوا تشتركوا بقناتي إذا كنت جديدين ولا تنسوا تحطوا لي لايكات كثيرة وتكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم رح أتكر أسميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة أنا تاج روابع مفرزنات لرمضان يعني شو لي مو طوال السنة بس في رمضان يضرب ضربة قوية ولي زبايني من 2013 وأكثر ودائما تعامل معهم ويعرفوني وقبل رمضان الماضي بديت أستقبل الطلبيات وأشتغل عليهم أنا والعاملات وكل أخواتي يساعدوني وكنا مبسوطين وسوالي في الشغل وانتهينا من الكمية المطلوبة وبدأت أوزعهم وأجهز الطلبيات وطبعا أعطيت كل أخواتي المتزوجات نصيبهم واستغربت أنه باقي كمية يعني أنا حسبت كل الطلبات المهم كان باقي تقريبا ثلاثة أكياس وعرضتهم للتسليم الفوري وخلصنا وخلاص أعلنوا أنه بكرة رمضان وتجي واحدة تكلمني من رقم غريب بس ما في محادثة قديمة وتقولي السلام أختي أنا طالبة طلبية ومحاولة الفلوس بس ما وصلتني الطلبية وبكرة رمضان وإذا ما عليك أمر لا تنسيني لأني أكدت عليك من البداية أبغاها لأول يوم رمضان أهي الزوجة بيجون يفطرون معاي ورديت عليها أني أول مرة أشوف طلبك والمحادثة فاضية وصورت لها وهي تصور للمحادثة من عندها وإنها محولة وكل شيء واضح يعني مستحيل تكذب علي وروح تشيك على الحوالات وفعلا بالتاريخ وكل شيء موجود وبالضبط طالبة خمسة أكياس سنبوسة ثلاثة أنواع وكبة لحم وسبيرنك رول وطبعا أنا وقتها توهك لأني أنا ما أفرزن لبيتي أنا ما عند أحد في البيت ودائما أروح أفطر عند بيت أهل زوجي وأسوي لهم أشياء ثانية يعني ما فكرت بالفرزن أبدا وقلت لها ما عليش سامحيني وبكرة الطلبية بتكون عندك قلت لي إذا ما توصلني الظهر خلاص أنا ما أبغاها ورجعي لفلوسي قلت لها لا يا بنت الحلالة الظهر بتكون عندك بإذن الله والحمد لله إنها طلعت بنفس منطقتي والله وأقوم أطلع اللحم المفروم عشان يذوب وأطلع العجائن وأبدأ أحشي وكانت الساعة 10 بالليل تقريبا ومحت حولي يساعدني الكل كان يتجهز لرمضان وأبدأ أسوي وألف وآجن والله إن خلصت قريب الفجر تقريبا وبعدها خلاص أنا انهلكت من التعب وقمت صليت الوتر وتسحلت وقريت أذكاري ونمت وقلت إن شاء الله أقوم الظهر وأوصل لها الطلبية وضبطت المنبه على الساعة 12 الظهر وراحت علي نومة وقمت الساعة 2 الظهر مفجوعة والبنت حرقت الوتس حرق وقمت بسرعة لبست وطلعت والبنت تبعد عني تقريبا 45 دقيقة وأطلع ومع زحمة الشوارع أخذت ساعة تقريبا المهم وصلت لها الطلبية واعتذرت منها لكن مع الأسف هذه السنة ما طلبت مني طلبية للحين شكلها للآن زعلانة مني بس أنا للحين ما أدري كيف انمسحت المحادثة وكيف ما سجلتها أساسا وللحين أفكر كيف انحدفت ولا عرفت قولوا لي يا صحاب البزنس مريت بموقف مثل موقفه ولا لا وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم ويا أهلين فيكم عبير من السعودية فاطمم للعراق عايشة من سلطنة عمان وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا ضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة